كيف نقول المسيح هو إله وعن بقول مثلا أبي أعظم مني هذا السؤال الأول نعم أحب نقش ثلاثة آيات مرة يقول أنا والأب واحد نعم مرة يقول أنا معادل للأب مرة يقول أبي أعظم مني دول ثلاثة أقوال مختلفين لما يقول أنا والأب واحد في وحنة عشرة ثلاثين ده بيتكلم عن وحدته الجوهرية مع الآب لكن اللي عاوز أقول إن هاي التلاثة آيات مش متناقضة حاشا مكملة حاشا نعم فعشان كده لما يتكلم عن وحدته مع الآب ده بيقصد وحدة الجوهر في وحنة خمسة سبعتاشر لما يقول أبي يعمل وأنا أعمل ده بيتكلم عن المعادلة بين الأقنومين دي جهة أخرى لما بيتكلم ويقول أبي أعظم مني لأنه بيتكلم عن نفسه بعد ما أخلى نفسه آخذا صورة عبد فهو قبل درجة أقل إراديا ليه؟ عشان خاطر ينفس أهداف التجسد فنقدر نقول إن دي آية بتحكي عن حقيقة ودي آية بتحكي عن حقيقة ثانية ودي آية بتحكي عن حقيقة ثالثة أنا والأب واحد وحدة وحدانية طل في الجوهر في الجوهر أنا والأب متعادلين المعادلة الأقنومية والتميز الأقنومي أبي أعظم مني الإخلاء حقيقة 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 هؤلاء الثلاث حقائق معا يحلوا كل الأسئلة للآيات الغير اللي صعب فهمها في كلمة الله ترجمة نانسي قنقر